بسم الله الرحمن الرحيم مع حضرتكم أستاذ ياسر محمد نجيب في الفيديو ده هنقدم لحضرتكم الفيديو الواحد و 30 من سلسلات شرح برنامج الماكروسوفت ورد وفي الفيديو ده هنقدم لحضرتكم كل ما يتعلق بالنسخ والقص واللصق من إعداد أستاذ ياسر محمد نجيب دلوقتي علشان نتعلم النسخ والقص واللصق لازم تفهم استخدامات كل واحدة بالنسبة للنسخ في حالة لو أنا عايز أكتب بيان على سبيل المثال أن أنا عندي البيان بتاع الفصل فأنا هكتبه مع كل طالب أنا دلوقتي مثلا لو عندي بيان محتاج بأني أكتبه على سبيل المثال اسم الفصل أنا دلوقتي مثلا هتطار بأني أدخل وأكتبه بكتابة يدوية طيب لما أنا عندي نفس البيان هو المكتوب في الجميع طيب أنا لي ما استفدش من مزايا النسخ بأنك تبدأ أنت تنسخ النص ده وتبدأ بأنك تسحبه لبقية الخلايا فهنا ده يوفر لك وقت وهيوفر لك مجهود بالنسبة للقص لو أنت في معلومة أنت حطتها في مكان ما هواش مكانها أو معلومة أنت عايز تشيلها وتحتفظ بيها علشان تنقلها لي مكان تاني تقدر بأنك تستخدم خاصية القص لو أنت نسخت أو قصيت أي معلومة هتحتاج لأنك تلزأها في المكان الطبيعي بتاعه طيب أنا دلوقتي علم ديه علشان أوصل لخصائص النسخ والقص واللصق قدامك مجموعة من الطرق الطريقة الأولانية بأنك تضغط على النص اللي أنت عايز تنسخه أو تقصه بعد كده كليك يمين هتلاقي القص والنسخ واللصق ده طريقة الطريقة الثانية تقدر بأنك بعد ما تزلله تدخل من قيمة هوم على رمز المعص أو رمز الورقتين الخاص بالنسخ أو رمز ده وهو الخاص باللصق الفكرة الثالثة بأنك تقدر بأنك تستخدم الاختصارات الخاصة بكل واحد منهم ما تنساش أن النسخ الرمز بتاعه كنترول سي القص الرمز بتاعه كنترول اكس واللصق الرمز بتاعه كنترول في لاحظ الكيبورد بتاعتك هتلاقي بأن التلات رموز جنب بعض قص اكس مع الكنترول طبعاً والنسخ سي واللصق في طبعاً مع الكنترول أنا دلوقتي هنسخ النص ده هبدأ بأني ألزقه تقدر بأنك تلزقه هنا أو هقدر بأني أضغط كنترول في فيبدأ أنه يلزقه لي وأضغط بأني أحدد كذا خلية وأعمل له كنترول في فهيلزقه لي طيب ده كده علشان أشوف النسخ طيب لنفرد دلوقتي بأني كتبت اسم طالبين خطأ على سبيل المثال عمر طلعت وإبراهيم أحمد لنفرد بأني هنا الطالب ده اسمه عمر إبراهيم والطالب ده اسمه طلعت أحمد هقدر بأني أعدل الكلام ده ازاي هقدر بأني أجي على الاسم ده وهعمله كنترول اكس أو عن طريق القيمة أو عن طريق القيمة لفوق وأجيله هنا وأحط له كنترول في هجأ على اسم طلعت هستخدم القيمة من عندي هنا أو كنترول اكس أو كليك يمين وتاخد كات وبعد كده هتغط له كنترول في هتلاحظ بأن كل حاجة اتحطت زي ما احنا عايزين لنفرد دلوقتي اننا عايز اخد الاسم ده كوبي بعد ما نسخته عايز زلزقه هنا لو انت هتيجي تستخدم اللزقة هتلاحظ بأن هو لزق لك الخلايا بتاعة الجدول اللي موجودة فيه طيب في مجموعة من الأمور هنا لازم تنتبه لها في النسخة لما انت هتيجي تنسخ فيه عندك كذا فكرة لللزقة الفكرة الاولانية بقى انك تنسخ المحتوى ده كنص بدون اي جداول بدون اي حاجة الفكرة التانية انك تلسأه كصورة الصورة هنا ساعتها مش هيتم التعديل فيها فانت هنا بتتعمل معك صورة وليس كنص الفكرة التالتة هتعمل لصق للجدول زي ما هو معمول ولكن بدون اي تنسيئات داخله التنسيئات بتاعته هتبوز الفكرة الرابعة انك تحتفظ بالتنسيئات الخاصة بالجدول اللي انت عملته وهو ده الافتراضي اللي الكمبيوتر بيعمله لك طيب هتنتبه بان الحاجات دي ممكن بتأثر عليك لما انت تيجي هنا مثلا وتضيف خلية جديدة بعد كده انت عايز تلزأ هيلزأ لك بشكل صحيح طيب لو انت عايز تلزأه هنا تقدر بانك تلاقي خلية جوه الخلية او جدول جوه الجدول او انه يلزأها لك كاملة بشكل مختلف هنا ساعتها او انه يحط لك النص بتاعها داخل الخلية بتاعتك هنا ساعتها لازم تنتبه للتنسيئات اللي انت بتعملها مع النص والقص واللصق داخل الجدول طبعا انت تقدر بانك تفتح نيو فايل وبعد كده تلزأ المحتوى بتاعك وبالتالي لاحظ بانك تقدر بانك تنسخ المحتوى داخل ملفين مختلفين او داخل نفس الملف انت بش مجبر هنا بانك تقوم بالنسخ او القص او اللصق داخل نفس الملف انت تقدر تعمل الكلام ده ما بين عدة ملفات مختلفة فيه طريقة كمان نقدر نعمل بيها نسخ او لصق من خلال استخدام الماوز علشان نعمل الكلمة دي احنا هنقدر باننا نضغط على الاسم هضغط على زر كنترول وبعد كده هسحب الاسم هتلاحظوا الشكل ماوز اصبح بالشكل ده ده كده طول ما نضغط على كنترول وزهروا الاعلامة الزائد ديت كده هيبقى نسخ مجرد ما احرر الفارق هتلاقي الاسم اتنسخ طيب لو انا عايز الاسم خالص كأني عملت له قص ولصق هادر باني انقله وحرر المساحة من غير ما اضغط كنترول ما تنساش الفرق ما بين التلات مصطلحات النسخ انت بتاخد نسخة مع الاحتفاظ بالنص الاصلي القص انت بتنقلها تماما من هنا اللصق انت بتوديها في المكان اللي انت عايزه فضل لنا في جزئية ديت نسخ التنسيق وديت هنشرحها في الفيديو هيا التالية باذن الله شكرا لحضراتكم ونتمنى لجميع كل التوفيق ونتمنى تشرفونا باشتراكم في القناة